على رأس الجموع هذا صوت مسموع ينادي بالسيادة الفعل مضارع والفعل أمر كيف لا وهو الشعب المنادي باسم أرضه والمدافع عن الوطن ثمت في الأجواء تقرير للمصير تتذكر هذا المشهد جيدا في العام الماضي طالبوا بما يريدون فعل ماضي لكنه مستمر يرسخ المطالب اليوم رئيس الجمهورية برهم صالح يرسخ ما يسعى إليه الحراك الشعبي وببرقية عاجلة يعرف صالح جيدا أن من خرجوا هم من اختزلوا أجيالا من المعاناة ويتحدث بلسانهم فهم الذين تجرعوا لوعة سطوة السلاح والتزوير لا زور اليوم في قاموس الشعب المختنق وهي إجابة يثني عليها رئيس الجمهورية كما في كل مرة يخاطب العالم أجمع وليس العراقيين فحسب أن الإصلاح المنشود حق للعراقيين زين قوائم الشهداء وها هو الحق لا يموت بصوت ثوار تشرين صوت لأجل بغداد حلوة في عيون الشباب يلطخ وجهها اليوم بقتل وذبح وسرقات لكن تبقى حلوة في عيون أصحابها بمناسبة الذكرى الأولى لثورة تشرين كان الموعد المؤكد الذي حدده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإجراء موعد انتخابات مبكرة في السادس من حزيران في العام المقبل 2021 وهو ليس مجرد وعد إذ تجمع الرئاسة الثلاث بشخوصها وبرامجها وخططها أن تفعل كلمة النزاهة كعنوان يروي عطش الضمأة لتشرين يهطل فيه الحق فيذيب الباطل ويكون موسم الحصاد عراقا لا فاسد فيه أو قاتل ترجمة نانسي قنقر